وبعد ذهر يوم الجمعة ألقى رئيس كازاكستان قاسم توكايف خطابا متلفزا وطنيا نمام الجمهور قال فيه إن عملية مكافعة الإلهاب ما زالت مستمرة وسترد الحكومة بقوة على عمليات التدمير مضيفا أن حكم القانون سيعود تدرجيا في جميع حي البلاد سيتم رفع حالة التوارية تدرجيا في كل مكان بعد تحصن أو ضعف وذكرت توكايف أن ما يسمى وسائل الإعلام الحرة وشخصيات الأجنبية لعبت تورا تحذيريا في عمال زعزعة النظام الاجتماعي حث المواطنين على البلاغ عن أي تحارك مشكوه وأشخاص مشكوك بهم تماشيا مع الهفاظ على الإقضاء والوعي الأمني